ناخذ مداخلات ومثل ما اعتدنا تكون مداخلة يعني سريعة ومختصرة وبما يتعلق بالموضوع وبالقرب منه الأخذ سوزان تفضلي السلام عليكم عليكم أنا سوزان من فريل أستاذ عبد الرحمن الربيع من اللبنان أهلا ورحمة أستاذ حسام أنا عندي سؤال أنا تقريبا نفس الطريقة اللي حضرتك عم تحكي عنا أنا عم بشتغل فيها والإغلاق عبيكون نفس الشي يعني مع فارق بسيط بس الفكرة يعني عبيساجلوا الأشخاص معي بس لما نساجلوا إيش الفيزبات لما نبلش بس بلش يسجلوا بلش معهم تدريبات بيوقفوا شغل ما بيشتغلوا وبيروحوا يعني بحكيهم ما بيردوا فشو السبب طيب أنت هما لما تطرح هذا الطرح هما يغتنعوا صحي ولا صح دغري يسجلوا 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 دغري نعم ممتاز إحنا لازم نفصل أختي إذا عندك سؤال قبل لا أفصل عندك شي ثاني لا بس هيك دي عارش شو اللي شي بالطل عندي اللي معام بيخليون يكفوا تدريبات ويكفوا شغل ممتاز أنا شكرك على هذا سؤالك وبارك الله فيكي وفي أبلانك السيد عبد الرحمن وهنيا لكم ما شاء الله الوكالة لبنان يعني مع أخوتنا رائع ست هدى طه ماز يعني هنيا لكم بهذا الوكالة وهنيا لكم بالوكيلة ما شاء الله يعني ست هدى من أروع المدربات وأروع الناس اللي حقيقة حريصين على نجاح هذا المشروع في أي مكان شوفوا سيسي سوزان لازم نفصل بين الأعمال الآن إحنا تكلمنا فقط عن عرض الفكرة والاستقطاب ما بعد الاستقطاب اللي هو التدريب والمتابعة هذا بلوك ثاني أو عمل ثاني أو زون ثاني خلي نسميه فأنا الآن دوري أريد أن أوضح فكرة أنه كيف يكون طرحك علمي ومختصر مفيد بحيث تقنع أو تحصل يعني بنسبة كبيرة على قناعة الشخص المقابل مرحلة ما بعد الاستقطاب والدخول هذه مرحلة ثانية اللي شرحناها كثيرا في إغلاق الدائرة وشرحناها أكثر في محاضرة المتابعة الفعالة اللي ذكرناها محاضرة تفصيلية فممكن ترجع إلى أختي شرحتها بالتفصيل شخصيا أنا بيش مقتنع كمنهجية عمل يعني عملت متابعة فعالة وكيف أتابع شركاء النجاح وكيف أتابع حسب الاستحقاق يعني أعطيكم مثلا يمكن ذكرت أنا أول الباحة بالبث الخبراء إيش يقولون يقول ادعم أو اعمل مع الذين يستحقون لا مع الذين يحتاجون هذه كلمة جدا عميقة إيش مقصود بيها أنت شرحنا الآن كل واحد لكل الناس لكن الناس مختلفين مو أنت ولا المشروع مختلف فأكيد النتاج رح تكون مختلفة باختلاف الناس بحيث قبولهم للفكرة ثم فهمهم واستمراريتهم فإذا أنت قدمت ما قدمت ووصلت معهم لكن دولك الآن إيش يكون كل ما دربتهم صح ومشيتهم معهم خطوة بخطوة بحيث زادت وضوح الرؤية عدهم وزاد فهم العمل عدهم بصورة حقيقية كل ما اقتربوا من الاستمراري والنجاح طبعا الناس راح تكون نتاج مختلفة في ناس طموح في ناس ما يريد يخرج من منطقة الراحة في ناس مهملين في ناس همه بحياتهم فاشدين في ناس همه بحياتهم يعني احنا في مثل عندنا بعلاقة يسمون تنابلة الرشيد ذولي في زمن الرشيد اكو تنابلة من باب النكتة ما دس هذا أشرف سام به ولا ما سام به ويقولك اكو ناس في زمن الرشيد جدا جدا كسالة بحيث ذولي الى درجة انه ما يريد يشيلون اكل يحطوا بفمهم يوم من ليام يقول لك حاطيهم تحت الشجرة الشجرة عنب يمكن قال في سبيل فوصلوا مرحلة سووا خطأ ومشكلة معينة فأمروا بهم انه يلقونهم بالشط او بالنهر او اعدام ما عرف شو القصة بالضبط القصة جدا جدا قديمة سامحة قبل اكثر من عشرين ثلاثين سنة فقال لهم قدامكم خيار انه تعملون عمل بسيط جدا او نرميكم بالنهر قال انا ارمونا بالنهر هذا اي شيء بعمل حتى لو يخلصنا من الموت ما نريده يا اخواني بعض الناس هذا حالهم لا يشتغل لا يريد ينجح لا يريد يتدرب لا يريد يتعلم انا اليوم اليان نتكلم عن الزوم مليان انا اقول لكم انا شخصيا اقول مع الاسف كثير من عدكم ما راح يستمر مو حضرتك يعني كثير من الناس الآن حاضرين يصفقوا يعطوه لايكات ما راح يستمر لان هو ما يعطى المشروع استحقاقه ما يعطى النفسه استحقاقه اي تحدي تلقى يتوقف اي مشكلة تلقى يتوقف بذاك القادة يمتازون بمزايا كثيرة من ضمنها ان القادة لا يستسلمون القادة مبادرين القادة اذكياء القادة دائما هم يعني دائما محفزين ومتحفزين فانت ايش احنا نبحث نستمر برحلة البحث عن قادة انت ايش تعمني استقطع بهذا السلوب الجيد اللي وجدت بأثر المرحل الثاني يدروا بتدريب مناسب بحيث تضمني فهم البزن الصح ثم تابعهم حتى تضمني راح يعملون صح انا هاي قناعتي اللي انا ماشي عليه لذاك انا امشي مع الناس اللي معاي اعطي الاهتمام حسب الاستحقاق وليس حسب الاحتياج اذا شف الشخص مهتم ومستقتل عن نجاح اكون معا اضل منه لكن اذا شف الشخص حقيقة هو محتاج النجاح ومحتاج المال ومحتاج الصحة بس ما يبادر لكن ما ممكن اقدم لشي لانه هو ما يجدي يساعد نفسه وانا دائما اضرب مثل بسيط مع المتدربين اقول لليوم بعد ما اكمل التدريبات اقول لليوم انا بالنسبة لك شخص اعطاك سيارة علمك القيادة وعلمك كل ما يتعلق بالماكنة اليوم انت تمسك المقوة وانت تضغط على دواست البنزين وانت تضغط على دواست الوقوف وانا دوري اجلس معاك ادليك الطريق واجنبك المهالك يقول لك لا توقع بهذا الطريق وادليك المسارك يقول لك هذا الطريق ينفعك هذا دوري لكن من يمسك المقوة انت من يضغط البنزين انت فاذا تأخرت بستدرك انت انا اتمنى تنجح وتمنى صير احسن مني لكن هذا مشروعك اتمنى تستفيد من عندك اذا شفت هذا كل شي وانا ساعت وساعت وكذا وصل مرحلة مكانك راوح اعملي بقاعة من هو التالي لا تضيع وقتك مع شخص ما مستعد التغيير ارجو تكون فكرة وارح استاذ وزان بارك الله بك استاذ ما عرفته استاذ اشرف شنو بالتعليقات هذا الخلطة السحرية شنو الله اللي يعرفها التشقات قلت كم نقطة عشر نقطة ولا مني ولا مني ميت نقطة هدي اذا واحد جاوب صح جاوب صح انا جاوب واخد هنمية واتك تمام السؤال الثاني استاذ اشرف بارك الله بيك ابي يوسف والله طعم طعمه طيب جدا هذا التشويق تشويق هذا قبل استقطاب تمام لأخت أم عبد الله استاذ رقد العاني تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله مرحبا استاذ حسام ذكر في بداية المحاضرة انه استاذ اشرف يقونه في التدريب واني من هذا المكان احب اذكر استاذ حسام اسطورة في التدريب الله ما شاء الله عليك دائما اتكلم عن ثلاث اشياء العملي هي التدريب والتحفيز والقوة تدريب اخذت من حضرتك وهذا الشي تؤجر عليه وتركت بصمة رائعة جدا فهنيئا لك اما عن التحفيز فدائما ناخذ من استاذ راد عباس ما شاء الله عليه والقوة اللي دائما اظاهر بها من امي راقية شكرا لحضرتك استاذ ربي وفقك ما شاء الله عليك ابدعت الله يحفظش عبدالله بارك بي ويزيج بالخير عنا على هذا الدعاء والله دعاكم يكفي يعني احنا احيانا نستمد الطاقة من هذا الدعاء الله يفقكم بارك بيكم دائما احنا ندعي لك لان ما شاء الله انت بكل التدريبات احنا انه نصيب بيها شكرا جزيلا لحضرتك الله يحفظكم بارك بي حياة بس ربي يحفظك بارك بي بارك بطريقة ان شاء الله الله يوفقك بارك بي ستراد كل شكرا اذا عندك سؤال او اضافة لا والله هذا حبيت بس مداخلتي تقول استاذ حسان حياة الله شكرا 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 عبدالله ربي احفظك الله يحفظكم الله يوفقك استاذ سجاد المرشدي تفضل سجاد المرشدي استاذ سجاد طيب الاخت اخلاص عفارة تفضلي شباب راح يخلص العصير وما حد عرفه اكو واحد يسوي خلطة مي كوفيجو قهوة سوداء انا عرفت استاذ حسام من الدعا عليكم استاذ حسام عرفت ايلا 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 الله يسلمك يا رب دوم ان شاء الله السلام عليكم الله يعطيك الف عفف يا رب استاذ حسام سؤالي لحتى ما اوطيل عليك يا اسطورتنا مثل ما قالت الاخت فعلا كلاياتنا يعني تعلمنا وتربينا وانجازاتنا اليك الفضل فيه ربي يجب رك يا رب استاذ حسام يمكن سؤالي تستغرب منه انه انا بسألك بس انا بهمني اليوم ما شاء الله العدد الكبير يسمع جواب هذا السؤال هل الاستاذ حسام استقطابه ناجح مئة بالمئة جميل وفي جزء ثاني للسؤال هل استقطاب الاستاذ حسام ناجح مئة بالمئة يعني اي شخص الاستاذ حسام بيستقطبه بهاي الطريقة الآن اللي مثلتنا ياها بيقتنع مئة بالمئة وفعلا بيلتزم معك وبيكون انسان فعال والشق الثاني من السؤال هل يعتمد الاقناع بنسبة طبعا على الابلاين ولا على الشخص المستقطب يعني ممكن نعطيه نسبة هل الاقناع يعتمد على الابلاين كم مسبة مثلا ممكن لازم تكون وعلى الشخص المستقطب الله يبارك فيك يا رب استاذ حسام يعطيك العافية مستخلص شكرا على سؤالك جميل وبرك الله فيك طبعا احنا لازم نفرق بين امرين احنا عدنا في الاستقطاب ثلاث اعمدة اساسية المستقطب اللي هو آني والمستقطب اللي راح أقوم بعملة الدعوة له وعملية الاستقطاب او آلية الاستقطاب او مادة الاستقطاب سواء كان الوسائط او الاسلوب الطرح او البيئة هاي كلها تطل ضمن الاستقطاب ثم بما انه اكو بي عنصر ثالث غير انا غير متحكم بي انا اكيد اكو فيه نسبة اخفاق وهذا ضمنه شي طبيعي لكن الاخفاق كل ما انت كنت متمكن بالطرح واقتيار الاسلوب الامثل وتعرف نقاط الالم وتعرف الاحتياجات الشخص المقابل كل ما زادت احتمالية قبول الفكرة هذه الجانب الأول فالنسبة تختلف حسب المقابل فأكيد دور المستقطب الى اثر كبير جدا وهو الدور الاكبر بالنسبة ما عندي نسبة معينة علمية حقيقة ليش لأن العنصر الثاف انا غير متحكم به اللي هو المستقطب الشخص اللي لا أسمع من الفكرة عملية الاستقطاب اللي هو عرض الفكرة لا هذا انا متحكم به فذاك انا اتحكم بثلثين عملية الاستقطاب المستقطب اللي هو انا كارزمة لغة الجسد لغة الصوت التأثير ال 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 عملية الاستقطاب المتعلقة بالمحتوى اسلوب الطرح بيئة الطرح مكان الطرح وقت الطرح هذا كل ما متعلقة بالعملية الاستقطاب والمستقطب هذا الجزء فهنا نعدي نسبة 35% وتعلقه بعامل غير مدروس تمام فذاك احنا ليش نقول يا عبادة احنا نبحث عن قاعد لان انا شوفوا كلام جميل جدا نتكلموا عن موضوع ولوها راح استطرد وارجع لسؤالي عن موضوع القاعدة يولدون القاعدة يصنعون يقال انه 2% من النزعة القيادية موجودة عند الناس تطور وهذا يعز الى انه سلوك عند الشخص في القيادة يحتاج الى العلم والقدرة والسلوك تمام فهو قد يكون العلم ممكن يمتلكه ويكتسبه والقدرة ممكن يمتلكه او يكتسبه لكن سلوك يختلف بالناس هذا صعب بيكتسبه ممكن يكتسبه مثل ما قال النبي عصام انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم الحلم والانات والهدوء والسكينة هي صفه جبلية صفه خلقية لكن ممكن تكتسب يعني اعطيكم فالشي كان متعلق بي انا جدا يعني شيت يعني من نوع القليل الصبر و يعني بساعة يعني ما اقول ازع بساعة ما تحمل شي فمرست نفسي من خلال بعض الاعمال في ايام التسعينات من كنا نعمل وعمل تقليدي وعمل كذا فانو زاد عندي الصبر نتيجة الممارسة في يوم من الايام اذكركم احد الاعمال كنت اعمل بهم كان عندنا تيب الكاسيت يكن الشباب الكبار يعرفوه ما كان سيدي او كذا قبل كاسيت تيب فهذا كان لمن يخرب يعني يتفلش لازم تفتحها وتنقل المادة تيب وتقعد ترتبها اذا مقضوع ترزقه كان جالس معي صديقي فقال حسام افتح لي الباب خلنا اطلع قلت ليش قال ما تحمل بعد انت هذا الشغل السوي راح تطلع انا قابل كنت مثله بس بسبب التمرس وبسبب الممارسة صار عندي صبر فلاصة الامر القادة ممكن يكتسبوا السلوك الجيد بس بصعوبة فلذلك انا الشخص المقابل ما اعرف هو شنو عقله امكانيته فهمه قبوله قد يكون شخص مغلق قد يكون شخص اصلا رافض لأي فكرة ايجابية قد يكون شخص هو اصلا سامع بامور وما يسمع منك خلاص فلذلك عامل اللي هو 35 متعلق بالمستقطب فلذلك انا ما عندي شخصيا انا ما عندي دراسة بلغة الارقام اقول بنسبة 75 اقول لش انا شخصيا بنسبة 65 لا 70% كشيء اجمالي يتعلق بالمستقطب واسلوب الطرح يبقى 30% او اكثر اوقع متعلق بالمستقطب لانه قد يكون مشكلة بيه ممكن او بالطرح منك السعي هذا في كل شيء من امر الدنيا في السعي في الرزق في السعي في التحصل للعلم في السعي في الاستقطاب في مطلوب منك السعي طيب هنا راح انت نتحكم بالسعي اذا كان سعيك متقن راح تزداد نسبة احتمالية النتاج اذا كان سعيك ضعيف راح تضعف امكانية الحصول على النتاج هذه جوابا يعني اطشيه بشيء من نوع من التفصيل ليش لان اقو جانب ثالث اللي هو انا ما متحكم به يعني هذا ما اقدر ان احكم به لكن الحمد لله بيستوب هذا الطرح نسبة القبول كبيرة وكبيرة جدا احيانا تصل سبعين ثمانين تسعين بالمية احيانا مية بالمية وتبقى هذا دور الطرح يبقى بعد مرحلة ما بعد الاستقطاب مثل ما جاوبت الاخر سوزان هو هذا متعلق غالبا بالشخص المستقطب والمدرب يعني انا قد اقنع الشخص وعاش احلامه وفرح بالشركة وانت عاش نفسيا معاي لكن لما نجي يطبق صار عند اشكالية فالدورك الان انت كمدرب وارجل رجوع مع هذا المتابع الفعالة دورك انت كمدرب لازم امرين معهم بالمتابعة اول شي تتأكد هو فاهم صح وهذه كارثة يعني بعض الناس شبعك لايكات لايك 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 هو كل شي ما فاهم او فاهم عشرة بالمية واحيانا هو فاهم يكون تدريجي يعني فاهم المحاضرة خمسين بالمية او ثلاثين بالمية مع الاستمرار راح يفهم اكثر والمسألة الثانية المطلوب انك بعد ان يفهم صح انه راح يشتر الصح فذاك لما تلازم العضو النشط وانا هاي ذكرت بمتابعة اقول له ورا ما تكمل وتبدأ بالعمل خليني معاك مثل ظلك عندك سؤال عندك استفسار عندك تحدي عندك انجاز رجعني حد ما انه اعطيك كل ما عندي من مهارات وكل ما عندي من امكانيات وتكون مثلي اوضع مني حتى اضمن انك تنجح معايا اخويا نعم معاك معايا اختي نعم معاك توكلي بالله لكن يبقى دور الشخص هذا هو هل راح يمشي مثل ما وضعتين من خطة نعم الان لو نسأل نفسنا ونسأل فريقنا وفريق فريقنا هل كل ما نتكلم به تم تطبيقه جواب لا لما نتكلم استخدام قامة معالف هل تطبق التطبيق معالف جواب لا هل تطبق هذا الطرح المناسب جواب لا فبالتالي يعني حقيقة الموضوع متعلق بالسعي النتاج على الله سبحانه وتعالى لان ما نعرف هذا الشخص جوز مو رزق انا يوم الليان قبل فترة مو بعيدة كان شخصه لطيف وعقلية وما شاء الله عليه حدت معاه واتخذ كل ما وهو رجل يحترمني لازمنا يعني بيناتنا علاقة طيبة جدا طرحت عليه فكرة يعني حاكم على هذا المشروع سلبا الى درجة كبيرة جدا جدا بسبب انه احد اقارب داخل بالشركة وهو دمر يعني سمعة الشركة فانا الان امامي دورين اول شي ازيل عنه الشبهة ثم احل محلها معلومة جيدة يعني يسوي التخلية مثل ما يقولون ثم التحلية طيب انا ساعة كاملة في سبيل ازيل عنه شبهة انه هذا المشروع فيه كذا وكذا 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 يعني اول تحدي انه ممكن ربع ساعة نناقش انه يقول لي مو هذا يحتاجه شخص طبيب وعشاب يعني ربع ساعة نتكلمنا ان الموضوع اوسع من كونك تتعامل مع حالات مرضية وامراض لان ذاك الشخص رسخ فيه بال انه هاي منتجات طبية وعلاجية وعشبية بعدين يجينا على موضوع التفرغ بعدين يجينا على موضوع التخص اخر شي احترم رأيي احترم الشركة لكن ما اقتنع ظلين اصدقاء فانا حس نفسي ما قصرت بالطرح ما قصرت برد الشبهات ما قصرت بدفع ما عنده من مشاكل ما عنده من شبهات مثل ما يقولون لكن شخص ما مقتنع ليش ما مقتنع بالبزنس انه يكون هو ضمن حياته لكن خليت بيني وبين الباب مفتوح قلت له طيب اخي الحبيب انا والله جدا سعيد لقائك وزاد ساعاتي انه وضحت لك وازت عنك شبهة كان ممكن تحكم على شركة عملاق عمره ثلاثين سنة وانا غيرت حياتي مثل ما تشوف وكثير الناس غيروا حياتهم انا اذا تسبح لي اراح ابعت لك بعض الفيديوات انا شارح بي عن الشركة ببساطة اضطر عليه مو خسران شيء اولا ثاني شيء اذا كانت هالفكرة غير مناسبة لك الآن حكم عندك مشروع ملتزم بي وتحب تشتغل باختصاصك الدقيق هو كان اختصاص شيء معين فلابس ان تحيل المشروع لناس هم مناسب لهم المشروع وانا حاضر بس يقولولي انا من طرف فلان قفلت معا فاستوت الآن خليت بيني بين الباب مفتوح طعم بيناتنا سلامات ابعت لناس يشتروا من منتجاته وعنده منتجات معينة يعني مو خاصة بشركتنا اوضح لفكرتي اطرح له خلاص انتهى بعطى العرض الفكرة بس خليت بيني وبين علاقة طيبة حتى لا اغلق الباب اذا رات يرجع لي مرة ثانية يلقى الباب مغلق فاحيانا في مرحة ما الشخص قد ما يقتنع قد يكون يحيل آخرين عليك او في يوم ما يشوف انه كلامك او كلامك فعلا جيد لكن ما استثماره في ذاك الوقت ممكن يرجعيه في يوم ما انا هذا الاسلوب الشخصي اللي استخدم نعم بالله بارك فيك يا رب استاذ حسام الجواب رائع جدا انا قصدت انه انا اسأله لانه اليوم الاغلبي بيشوف انه ممكن لانه مثلا عمر بالشركة او كذا بيفكروا انه انت كل الناس اللي بيتواصلوا معك رح يقتنعوا فهي الفكرة بتعتمد على المعرف فيه كمان يعني اليوم انا لازم اسعى ما فقط للسعي للاستقطاب انما للسعي للتطوير لان اليوم انه سبدي يقلص كمية الرفض او عدم القبول او قلة الاقناع لازم انا اتطور فهي النقطة كتير انا حبيت ركز علي الله يبارك فيك يا رب ويعطيك الف 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 عافية استاذ حسام وشكرا للك لردك دائما مميز الله يجب رك يا رب احسنت احسنت مع بعضه وفعلا هذي يمكن كلمنا في قاعدة يمكن ذكرناها بالبث المباشر قبل يوما وان شاء الله نزلك فيديو في قاعدة يسمو قاعدة الاذرج قاعدة المعدل انه الانسان بالتمرس والتعلم تزداد احتمالية انه يكون مقنع يكون مؤثر ويكون مستقبل جيد ها تجي بالتمرس فاذاك الشباب يشوفوا اللي مستمر بالتطوير ومستمر بالممارسة راح يشوف عنده مثل العضلة بدأت تقوى فاذاك احيانا يقول لك هي العبرة ليس بالسيف هي العبرة بالضارب باليد اللي تمسك السيف فاحيانا احنا ششرعنا قوي ومشروعنا رائع لكن كيف تطرح المشروع على من تطرح المشروع هو هذا مؤثر يبقى العنصر اللي غير متحكم به هو الشخص بس دائما دائما يا اخواني مثل كلام الخبراء نقول لكم تكلم بصيغة اللي يقدم هدية تكلم بصيغة من في جيبه مليونين دولار تكلم بصيغة انه فعلا انت من قلب يعني فعلا تريد تقدم الخير للآخرين لا تتكلم اهدا بصيغة الاستجداء او بصيغة انه انه اردس استفيده براسك لا انا خير حبيت او اصليليك لذلك شوف هذه نقطة تفتح لنا باب آخر ما حبيت تكلم بي بس اشير اشارة سريعة احد اسباب انه الناس ما تستخدم قامة الاسماء هو الناس تخشى من الرفض والناس تخشى من انه تفقد علاقاتها معنا مع العضاء مع الاقارب والمعارف هذا من وين جايه تسعين بالمئة اذا ما ابالغ بسبب العقلية اللي يتكلم بيها انه الناس تتكلم بصيغة انه انا هذا مشروع اردس استفيد من عندك بي او اردس استفيد براسك مثل ما يقولون مو بصيغة انه هذه هدية قدمتها لك لذلك احنا لما نشوف نفسنا ما تكلم بصيغة هدية قدمها لك لا يختلف انا اذا اي هدية واي خير اتمنى اقاربي اهلي معارفي جيراني اصدقائي اقدموا هذا الخير والدليل على ذلك انا اليوم لو اشتريت هذا العاصر اللي ما راح اقولكم شنو طبعا وعجبني هذا العاصر وحست بي فائدة صحية اذا لقيت جاري ما راح ابلغ اقول له والله شوان لقيت عاصر كذا مكان والله والله تنغزت لك احنا عندنا بالعراقي يعني اشتهيت انه يكون عندك يستاهل تمك على قوتك بالسوري ما لبناني هاي ما عرف انتم تمام فايش اقول له اقول له والله تمنيت لك هذا الخير وان لازم تكلم بعرض الشركة والمنتج بهذا الطريقة تكلم بثقة عالية تكلم بصيغة وانه راح اقدم لك خير ما تكلم بصيغة انه انا لا استجديك او اطلب من عندك لا ابدا والله يا اخي اتمنى لك الخير والله يا رجل اتمنى لك تستفيد يعني حتى اكو بعض الناس يوم اليوم اتكلم مع شخص الله يرحم اتوفى هو اللي يضرره معين فهو عندي بي علاقة وعمل وكذا فبديت احنا قابل نستقطب استقطب ايش عن طريق بصمات الصوت على اول ما دخلت خلنا صورت لكم بعض الاشياء فعندي واحد من زملائي بالعمل بالشركة قال ابو يوسف انا كل شي ما عارف صورت فعمل لي بصمات الصوت حتى ارسلها الناس نستقطب بيه فهذه بداية بصمات الصوت اللي اول ما دخلت بالشركة قلت له تمام حتى كان عدي اطفال صغار يعني يهوسوا بالشقة نزيت بالسيارة والله لا اذكر هالأيام نزيت بالسيارة فقفت السيارة كان يوم شته سجلت ثلاث اربع مقاطع وبعث ثلاث فبدي انا نتراسل بيهو الشباب ف اه وذب الله ننسيت الشاهر من كلام ننسيت الشاهر من كلام عموم خلي ارجع لبعدين وين كنا نتكلم احنا عن الموضوع وليف على انه انت تقدم المشروع على انه بالضبط بالضبط فهذا الشخص شوفوا الشخص ايش قامي انا اتكلم على سجيتي يعني ما اتكلم بالكلام نفس كلامي قبل ثمانية سنين نفس كلام اليوم شوي اتطورت به فايش الشاب هذا قام يبعث الصوتيات لي اقاربه اصدقاء هو عرفون الشخص يعني ما احترام الشخص يعني يتعامل على المصلحة فقط فلا كن معدهم طابعا هذا الشخص مصلح ما يفوت معاك لا يستفيد براسك فشي قلو له والله يجولي على الخاص يقولوا له احنا هذا الشخص ابو البوس ما صوتي نسجل بس انت ما سجل يا اخوان انا بعثت لكم البصر واني من فريقة انا دايركت على مهندس حسان صدقوني يجولي على الخاص ويجولي بالشركة قبل شد نطل محارات بالشركة قال ساذا نسجل سجل سجل يا قلتوا ما ما يصير قالوا احنا حبينا الصوت ونبرط الصوت حسين فعلا انك تتقدم انه هدية بس هذا الرجال ما نسجل له ويؤذن فعلا ما نسجل له معه فلاك اخوان تكلم بصيغة انك تهدي هدية مو صيغة ريتاخر من المقابل حتى خبرات تسويق جزء ابو لي ساعدنا بهذا الموضوع انه تعرض نفسك انت كمستشار كصاحب معلومة مو تتكلم بصيغة انه فقط ريتبيع لا تضع عقلك بالبيع لا تضع عقلك بالبيع ضع عقلك انه شون احتياجه وتوفر اله الشون راح استعلم خلال منتجك بس وهذا احنا نشوف بعض الناس انت واحد من الناس اليوم خلينا نرجع تسويق التقليل لما تروح على محل انت ربط بيت ورح تتسألين عن حجاب معين او فوطة او ربطة حسب المصطلحات الموجودة فقلت له كذا نوع من الانواق اقول له والله مع الاسف هاي نعم نوعية جيدة بس ما عندي هالنوعية ممكن تلقين عند ذاك المحل ومن نوعية جيدة فعلا انت ما عندك لا والله ما عندي مو تجبر انه يشتر منتجك لا قدم له النصيحة وقدم له الاستشارة صدقني يا حي تجعلك يشترم عندك شي ثاني وهاي انتم من كلكم راح تجرب او تحاول بما انه قدم لك معروف تكافى بمعروف اخر تشير منه مرة ثانية او تقول له شنو عندك مثلا عندك كذا احيانا انا صار عندي اتحجج حتى اشير من عندك انا قبل كم يوم كنت في محل يبيع ملابس يعني داخلية وكذا فالزوج اشتقات هذا معيزين فتنة علي ما شاء الله الله يوفقهم شباب من الشام سوريا ما شاء الله السوريين شطار بالبيع يعني انا حقيقة عجبني سلوب الطرح والاتيكية والله اشترت من عنده من باب انه لطافه واو كافأ بالمقابل على منتج مو محتاجة مية بدونية بس من باب تلطف معي وقدم لي كلمات ونصائح وشرح لي على المنتج ووضح لي اهمية هذا القطن الطبيعي 100% واهمية كذا اشترت من عنده منتج واخذت من عنده تليفونة بعدني ما مستقطب ابشركم بس قضي انه قدم لي معروف انت دائما نسوي لي تاك وتخليني احتي اموت على الطاقات انا بو تاك لفظي الله يحفظك يا رب ويبارك بك وانا استمتع بالقاءك حقيقة يعني في هذا الموضوع قاعدة بيعية تقول افضل الذي لا يراه الزبون افضل عرض بيعي هو العرض الذي لا يراه الزبون على انه عرض بيعي بمعنى ان تتوقف عن البيع عندما يشعر الزبون انك تريد ان تبيع له وتنتقل من مقام البائع الى مقام المستشار مثل ما ذكرت الله يجزيك الخير يبارك بيك ومعلوماتك دقيقة وانيقة سال الله ان يحفظك سال الله يحفظك كاذا ما قاعدك بالمشروب السحري انا يشوف امسوي هذا قلاس ما عرفه وقلاس اسمه قلاس او قدح بس ما شاء الله يبين ها را حد ها را حد ها را حد ها را قلكم تدرونا اكون متخدات ومخرجات هسا المتخدات راح تخلص بس راح تسمنا المخرجات ها نكمل والله كريم طيب ربع ساعة ربع ساعة ان شاء الله الاخ محمد الزكور تفضل بس يمكن كانت مداخل السجاد وكانت السلام عليكم والله فتحت له الصوت السجاد وما كان وانشاء الله عليكم والسلام ومحمد الله حياك السلام نتشكركم عن المحاضرة اللطيفة وفعلا يعني معلومات بستهيد مننا جميع الاعضاء ان كانوا جدد او قدامى ولابد مننا في كل يوم من الايام الديكسينية في حياتنا انا عندي مشكلة استاذ حسام الله يعطيك العافية ممكن بيعاني مننا كتير من اعضاء الديكسين حابب اطرح عليك نحن بالنسبة لنا منطلق اعلام ممول مثلنا هذا الاعلان اجانا منه مثلا 210 250 رسالة يعني بالمعدل اليوم 35 رسالة يعني فتح رسالة انه حابين يتعرفوا على المشلوع نحن مع عملنا اللي عم نقوم فيه بشكل يومي كل شخص بمكانه الطبيعي قبل ما يدخل دي اكس بتعرف الوقت صاير ضيق كتير فنحن بهاي 35 رسالة انا بقال لك شو مساوي بالنسبة لأمري انا مساوي مجموعة من الرسائل محتفظ فيهم بالحافظة فعلى حسب سؤال الشخص او على حسب استفساره برد عليه وبعدين انا بسأله الاسئلة اللي بدي اسأله اياها مشان اعرف قدر الامكان عن طبيعة هذا الشخص ما كان اقامته عمله عمره متزوج ولا لا لا هالامور بحب العمل التجاري لا بصمات الصوتية اللي كمان انا محتفظ فيها بالواتس اب ما عب يصحرنا موضوع الاتصال الهاتفي لأكثر من سبب قلتلك المشكلة انه نكون احنا دائما بأعمالنا واشغالنا فبيكون صعب الاتصال بأي شخص مثلا بوقت غير محدد بالاضافة البعض بيكون متخوف من انه رأسا تفتح التحكمة ولسا ما في بيناتنا اي معرفة اللي عب يصير معي انه الاعضاء كتير عب يحب الاسلوب الطرح فعب يتمنوني انه اسجل لهم ما تحسن تخجل حدا او تقول لبعد الاتصال او لحتى نفض انا وانت نساوي اتصال بين بعضنا اللي عب يصير انه عب يصير تسجيل يعني من اصل 300 رسالة انا ممكن اسجل 50 عضو وهذا الشي كتير نسبة كويسة في dxn او البيع المباشر لكن متل ما تفضلت الاخت اول وحدة داخل اللبنانية انه المشكلة اللي عم بتتم فيها هي اثناء عملية التدريبات عم نبعت مجموعة من التدريبات لجناب كل للاستاذ محمود المصري للاستاذ لواي محمد عم نبعت مجموعة من التدريبات بعدين عم نعرض عليهم المنتجات لشان يعرفوها بشكل اكتر بفقرة المنتجات هون عبيت الاعتراض مباشرة انه السعر غالي انتو ما قلتوا انه العمل يحتاج رأس مال نحن نقول له نحن ما اخدنا منك فلوس مشان التسجيل يقول لك يعني انت بدك فبالاخير بعد تعب شهر كامل من الاستخطاب تقريبا بتلاقي حالك انت من هدول كلهم بس واحد فعل عضويته وتابع معك بالمشوار هذا شي انا بالنسبة لي باللغة العامية تبعت بلدنا بيقولوا عني معلاءة خين وبتحمل المستخطابين بشكل كتير كبير لكن الفريق اللي عندي عبقولولي استاذ الموضوع كتير متعب يعني انت اتضلع بتستخطب كل هالفترة مشان تاخد واحد يا بيكون جدي يا ما بيكون جدي فشو الحل انه نحن ممنحسن نساوي اتصالات نكما انت اتفضلت وناخد خمس دقائق او عشر دقائق لاني عبيجينا كم هائل من الرسائل عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي شكرا الى طيب طيب احسن سعد محمد شكرا سؤالك واسر الله يفقك وفريقك اين ما كنتم خلينا اتكلم عن منهجية الشخصية اعتمدها انا شخصيا وهم قلت لكم هاي هدية للجميع وانا ما عندي شيء حقيقة خاص فيه انا شخصيا ارى انه الان بعد ما اليوم اعرضت هاي الفكرة على الشخص المستقف وراح اتكلم لك انه اي يوم افضل اتصال بصمة صوتية رسالة نصية او الى اخرية خليني بعد ما كملت انا اليوم الاتصال بي واقتنع وسجل مثل ما تعرفون في محاضرة اغلاق الدائرة بعد عملية التسجيل بدي تدريب ومتابعة انا شخصيا ايش اعمل اعمل مع لقاء تمام طبعا انا عندي ممكن يقول ميكانزية او ميكانزم تختلف بحكم ان انا عندي شباب ماسكي للموقع يعني هم يقوموا بالتسجيل وبعد ما يلتق بعدين التحقيق بخلينا افترض ان انا اليوم مكانك اطلق حملة اجع عملية استقطاب او عملية بيعية بيع الفكرة بسطوب مناسب سجل اصبح اليوم هو من ضمن رأس المال اللي عندك طيب ايهم افضل سالي محمد وانا احسك انه يعني ما شاء الله عندك ثقاف جيد ان تحافظ على رأس المال اللي عندك او تجلب رأس المال جديد يتعارض مع رأس المال القديم اقول اذا عندك جلب مال جديد ما يتعارض مع رأس المال القديم اقولك لا بس هني انك لكن اليوم عندك رأس مال اللي هو تم استقطاب ناس ذوي رأس مال احنا قوتنا ايش بالبيع مباشر ايش بناء الفريق الحقيقي طيب ايهم افضل تبدو الجهد معهم يتناسب مع قيمة البزنس او الظل هذا العجلة شغاله بهذا الاسلوب العام اكيد تحافظ على رأس المال عندك ان بدأ يتفلت فايش شخصين انا للاعمل بديت طرح الفكرة تبدأ مع التسجيل ثم تبدأ التدريبات تبعث للتدريبات والظل اخي الحبيب طبعا التدريبات مثل ما تعرف مثل ما تفضل هي عبارة عن روابط يعني ما رأى انت تجلس محل عسام ولا محمود ولا لو اي وتجلس معهم لا تبعث الرابط بس تتأكد منه فاهم ولا لا مثلا بعت للمحاضرة الاولى قل لك تم طيب اخي واضحة الفكرة عندك سؤال عندك سفسار ممكن تلخص لي اذا شفت سؤالك بيحرج علي وممكن هو جيد فاهم او حسيت انه الحاحك بموضوع تلخص لي يأثر علي وخلي ينصرف مثل الجن الهارب لا قل له تمام احنا ان شاء الله لاحقا الي معاك لقاء حتى نتناقش بالتفاصيل اعطيه هذا الاشعار حتى ايش يركز يركز انه انت هذا الفهم هو راح يعتمد علي نجاحك ودائما اعطيه يعاز وانا اعمل بصمة صوتية صغير المتدربين اقولهم يا شباب التدريبات في دي اكس ان يجب ان تنظر للتدريب من منظارين المنظار الاول تفهم البزنس لنفسك ثم تفهم البزنس لغيرك حتى توصل فكرة الاخرين فما ينفع كلامك العام والله والله فهمت طيب تقدر توضح لا ما قدر اوضح لك طيب اذا ما قدر توضح كيف راح توضح الاخرين لا بس اخي اخذ وقتك ما قال لك اكمل تدريبات بيوم واحد خذ اسبوعه كامل خذ الشهر كان بس افهم صح طبعا الناس راح تخطف درجات الفهم ممكن تفهم طيب كمل تدريبات اساسية اللي خمسة او ستة حسب ما ترى انت تعمل معالقة انا هاي شخصيا اذا اعتمد اعمل معالقة اسألة اختبرها طيب يا فلان وقدر اللي كان اسمع مننا معلومات اشوف طبيعة حياته شهادته دراسته عقليته فهمه يعني يقول هذا راح يكسر الدنيا بس هو طعضة كل شي مفاهم كل شي مفاهم عامل لايكات وكل لايك خمسة كيلو بس هو كل شي ما فاهم لكن انا تلطف معا احنا عمل حر يعني ما منزم بي يعني انا بي ولا هو منزم بي اقوله طيب اخي الكريم اليوم احنا كملنا خمس تدريبات مثل ما تعرف تدريب الاول صلطنا فيه الضوء على صناعة البيع مباشر تدريب الثاني خطة العمل تدريب الثالث عن المنتجات وفوادة وتنوحها واثرها بنجاح البزنس تدريب الرابع كذا وتدريب الخامس كذا حضرتك الآن عندك سؤال او السفسار الامور كلها واضح عندك والله والله ما شاء الله التدريبات طيب ممكن تلخص لحضرتك او تعتبرني شخص تريد تطرح للفكرة شوف انت خلي اخذوا جذب بدأ يتكلم جريء وعنده فهم وصل لك خمسين بالمئة فكرة اقول لك ممتاز عشرين ثلاثين بالمئة فكرة اقول لك جيد بما انه يتكلم بما تعلم عرف يوصل الفكرة بصورة مقبولة خلاص جيد هذا قابل للتطوير بس اذا والله يعني كلام مواضح استاذ هو ما اراد لشي منتجات وتبيع وتشتري طيب اخي انتقريت عن صناعة البيع مباشر شنو معنى صناعة تبيع مباشر والله اسمعت بسانة بالمحاضرة الاولى شدت اسمع المحاضرة وجونا خطار طيب استاذ انت من جورك الخطار خليت الفيديو شغال خطيئة موندس حسام يحكي شغال يسولف انت منتي بالخطار لوقفت الفيديو ورجعت مرة ثانية لا والله نسيت ارجع عليه وطفرت على الثاني طيب زين الثاني شون كانت تتكلم فاحاول اختبر مقدار الفهم اي بخ الحبيب اتمنى منك الان تسمعني حتى اركزك شو قوة هذا الصناعة شو قوة هذا بزنس اغلق المايك عندك وابدي اشرح لنفس ما شرحت العضو المستقطب الجديد شون السبب يا شباب احيانا حتى الشخص لو انطرحت عليه الفكرة وسجل ويدعي انه تدرب من تجي تكتشف انه ما فهم شي بس منتج تشرح له بهذا الطريقة بعد ما عرفت عنه احتياجه وامكانيته وعقليته وشو المحتاجه وتجدي تركز بعرض الفكرة بهذا الطريقة ممكن فعلا يعرف قيمة البزنس بعد ما انت تطرح باسلوبك فاقول لأخي ان انا عرفت قيمة البزنس اللي احنا فيه ترى احنا بزنس عالمي انا تغير حياتك اساعدك تغير حياتك لكن انا لأساعدك ما اشتغل شغلك المطلوب منك اخي الحبيب كالتالي اول شي نرجع نسمع المحاضات من جديد لنصدقني لن تنجح اذا ما انت تسمع وتفهم محاضات وتقدر توصل الفكرة الآخرين وإلا انت داخل برأس مال قال لا راح تعمل الموظف قال لا انت عندك اسم بالشركة واضع فلوس قال لا اذا انت راح تدخل بجهدك طيب كيف تقنع الناس وانت مو قادر توصل الفكرة فامتخي الحبيب انا اتمنى ساعدك لكن ما نقدر نتعدى هاي الحلقة اذا ما انت فاهم فاللي اتمنى ترجع المحاضات تسمع السماع سريع اي اولا ما اتكلم عن شخص تدرب وقعد معاي او سجل وقعد وقال لي كملت ثم تجرب المنتجات ولو منتج واحد اكيد ما راح تموت والميزانية راح تنخصف اذا جربت قطعة معجون اذا امكاني تسمح اخذ مئة نقطة فما فوق حتى تتفعل لك العمولة او تطلع لك عمولة اذا الامكاني اما تسمح تجرب ولو منتج واحد ولو قطعة معجون انت ساعدة بالاختيار هاي المسألة الثانية المسألة الثانية اخي الحبيب بعد ما تكمل المحاضرات الاساسية لنا لقاء اخر تمام تمام السلام عليكم وعليكم السلام وقدر الامكاني يا شباب استخدم هذا شخصينا استخدمت وشفت بي اثر طيب هذا اللقاء مع الفريق عاول السجلة فيديو وتبعث الى على التليكرام تمام هذه المسألة انت تشوفها متعبة بس هي مجدية ليش لان راح تفلتر الناس حتى اخي لضع وقت كثير مع شخص ما يهتم او شخص مو مهتم او شخص ما يدي نجح هو على بالة جمعية خيرية واخر الشهر انت تشير 100-200 دولار تحطه بجيبته انت الأمر وهو نايم يعني يشاهد نتفليكس وقاضيها أفلام لكن لما شاه عمل جاد وحقيقي وعمل يحتاج لا فهم عمير وجدية خلاص انا هذا الشخص اذا حطيته في هذا المضمار وتفلتر وطرع شخص غير مناسب انا افضل انه يعني احصر بهذا الزاوية حتى يغادر ما خليه يضيع وكتي انا اثمشي عند الوقت واعطي الوقت لمن يستحق قدام من يحتاجه واتحاد فكرة غير حبيب ان كان هو شخص فتحت عينه على مشروع وكان ما فهمه خلاص اذا هذا ممكن يكون قادر قادر امشي معه بالخطوة الثانية ايش الخطوة الثانية بعد ما كمل التدريبات ورجع بوجه آخر شاف نفسه شفت تحرك وبديفتيم جرب المنتجات يعني اظهر لك انه فعلا جات جرب منتج كمل محاض قل له الان انا جاهز اخي الحبيب انه امشي معك خطوة الخطوة الان مطلوبة عندك ايش كملنا المحاضرات فهمنا الان نحتاج الى ورشة عمل حتى نطبق ما تعلمنا انا شخصيا هستخدمها انت غير مزنبي بس هذا رأيي انه نستخدم قاعدة عفوا نستخدم محاضر اغلاق الدائرة حتى هذا تعلمنا النظري كيف نوصله بصورة عملية متسلسلة محاضرة اغلاق الدائرة بها خطوات متسلسلة راح اعطيك يا بس اريدك يا فلان وهذا يعطيه هنت اشارة انا راح اسألك بعد هذه المحاضرة ايش راح تسوي مو انت تسألني لان هذه المحاضرة بها سيستيم كامل بها شرح كامل عن خطوات عملية من حين بدايتك من رغبة المشتعلة وقامة المعارف لحين ما تدرب وتتابع فانا راح اسألك حتى انطيه انه لازم يفهم صح وقل له بعد ما تكمل اغلاق الدائرة الي معاك لقاء نطبق اغلاق الدائرة ايش نطبق اغلاق الدائرة وانا يمكن حيشيتر محاضرة المتابعة الفعالة ممكن ترجع الاخير بالتفصيل انه انت اليوم سمعت محاضرة اغلاق الدائرة وفهمتها جوز نظري بس من تجي تطبق لازم اساعدك طيب يا فلان اليوم احنا سمعنا محاضرة بفلان اغلاق الدائرة اول شي تبدأ بكذا ثم تبدأ بقامة المعارف طيب كتابت قامة المعارف والاسماء والله بديت اكتب طيب تكلمني عن اول ثلاث اشخاص انت راح تكلم معهم اريد اختبر عمليا هل فاهم اغلاق الدائرة وراح تطبقها صح دائما اقول لكم في البزنس لازم اتأكد فاهم صح ولازم اتأكد راح اشتغل صح وسيقولي هذا جهد تتبدله مع كل الناس اقول ابدله مع اللي يستحق هم رجع مع اللي يستحق لا مع من يحتاج هالا اللي يستمر معاي امشي معاه لان انا اريد اوجد قائد القائد اذا تعبت علي عبارة عن مؤسسة عبارة عن شركة ضخمة ممكن انا بعد كم يوم اتعب مع شهر شهرين ثلاثة خلاص هذا علمت الادوات يعني اصداد له اي يعتبر مؤسسة فريقك مؤسسات ما شاء الله بو عبد الملك مو مؤسسة يعني مؤسسة تحتها مؤسسات الله محيين تمام فبالتالي ايش انا دوري اهنا هذا الشخص اذا جاد يستحق الوقت والجهد يعني يا اخوان يصدقوني الناس اللي اكتزهد بالبزنس والله تسعين بالمئة مفاهمين البزنس انا يعني احلف يمين تسعين بالمئة مفاهمين البزنس قينته ولا يا اخي انت عامل بالمصانع تشتغل اثمائة اشتاعة ساعة حتى تحصل ميتين اثلاثمائة دولار لو تضل ميس سنة ما تطور وضعك لو انت واثق من بزنسك هذا يغير حياتك وواثق من بزنسك هذا راح اتطور وضعك ممكن اول سنة اول اول ستة تطلع بهذا الرقم والضعفة ثاني سنة مستحيل تفرط به الا انت مو فاهم البزنس او فاهم لكن ما عرفت كيف تشتغل فتحتاج الى مساعدة الابلاين او الدليل فليش اقول لك ركز على مساعدين فاهم صح وراح اشتغل الصح طيب مش يهتو يا ان كان جاد رحيم شو يا اعطيه اهتمام على قدر اهتمامه ان كان موجاد اخي لا تضيع وقتك مع شخص يعني ما يستحق هذا الشيء حقيقة هذا كلام عام نافع للجميع طيب نجعل حالتك استاذ محمد انا شخصيا بما انه انت ملتزم عندك اكتزامات عمل انصح باطلاق حملات مسيطر عليها مو صحيح تطلق حملات كبيرة يجوك كمهار من الناس وما في متابعة ما في ردود ما في مقابلة هاي خطأ الأول خطأ الثاني تطلق حملات انت مسيطر عليها بأوقات انت متواجد فيها مثلا انت عندك انتم عدكم كانت كنت في تركيا عندك عطلة يوم الأحد مثلا خلاص انت متفرغ يوم الأحد اطلق حملة يوم الأحد وحدد معاهم مواعد للاتصال موعد الاتصال صار عندك زخم اخي وقف الحملة صار عندك زخم وزع لعضاء على الناس من فريقك لهم قدرة المقابلة والاستقطاب صار عندك ناس ما يحبون انتصال مثل نساء خصص من فريقك نساء عدهم قدرة بالمتابعة عدهم قدرة بالتدريب وحول عليهم مثلا خليلك صيغة اذا حسيت المرأة اللي تتعامل معاك ما تحب تتكلم باتصال ابعث رسالة السلام عليكم معكم المدرب فلان 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 يوجد لدينا كادر نساء تخصصي للتدريب والمتابعة اذا حبيت نحولكم عليها اعطونا خبر احنا عندنا كادر نساء تخصي اخلي خطة اي بي بلان اي بلان بي تمام اخوان ليش هذا والد يا اخوان اكو شخص مرأة ما تتكلم مع رجال احنا هاي بيئتنا العربية او الشرق العوسطية طيب اكو امرأة تريد تتكلم بس زوجها ما اناقل ممنوع عليك اعملي بس لا تتعاملي مع الرجال طيبان ليش خليه تروح عندي بدائل فانت كذلك هذه توزيع الادوار وايجاد خطط بدية كلها من شأنها تحل مشكلتك لكن ارجع وقول الاستقطاب يفضل بنسبة الاكبر يكون باتصال اتصال يطول اخي ما يحتاج على الشرح ماتي ربع ساعة يحتاجك انت باليوم لو تجرع عملية بيعية مع خمس الى عشر اشخاص ما يحتاج لك هذا الزخم كله لكن لا تطول بالكلام ولا تختصر اختصار مخل هذا اللي انصحك فيه قسم وقتك نظم الحملة وزع الادوار باتصال اللي ما ممكن يتصل خلاص يعني ممكن تستخدم مع بصمات او الاخر لكن الاتصال هو الاساس الاتصال هو الاصيل البديل الخطط الاخرى اجد تكون فكرة وارحة سالي محمد هذا ايش رح يزيد احتمالية انه يكون معانا ناس فاهمين لاني اجزم انه كثير من الناس اللي غادروا الشركة مو فاهمين ودلي على ذاك الناس يدخل ويغادر وممكن يسجل مع الشخص اخر يقولك ما شرحونا هذا الشرح يعني قبل كم يوم عندنا حملة فاوحدة من الاخوات فاتت قلت يا اختصار يا شركة يا كذا شو تقولوا مجاني انا خاصة خاصة ثلاث ملايين وهذا اللي دربني الله لا يوفق الله كذا حتى دخل على واحد من فريقنا يقول لي شهريا استخدم وانا ما عندي ما عندي انا مره فقيرة ماذا شنو كذا وثلاث ملايين ذبيت زين اخت شنو قال لي يعني اذا سوء تصرف الابلاين بس استخدمي بس استخدمي طيب لا علمها تسويق منتجات لا علمها بناء فريق فرجعت بالكلام بالسيعة الشركة المسكين هذا الولد اللي معاي الله يوقع بدأ يشرح لا يقول غيرت نظرتها مسكين يقول غيرت نظرتها لا أختي انتي ما ملزمة بشراء منتجات ما عندك امكانية سوقي ما تستطيعين استخدمي ما تستطيعين واسعلي تكوين فريق مني قال الشركة أصلا الشركة ما تجبر أحد على استخدام فتشوف وتخيل بسبب إعاز خاطئ أو خطة عمل خاطئ خسر الشخص قد يكون نجب ماسي مستقبلي هذا من وين جلت أخي ما فهم البزنس يعني حقيقة ما احترام الناس يعني أقول لكم تسعين بالمئة من سلب عدم الاستمار وعدم النجاح وعدم فهم البزنس وإذا فهم بعمق ممكن يكون شخص هو يعني مو رايد ينجح احنا ما نفذل ما أقوله أختم بهذه الكلمة من الخطأ بعض الناس يقول لك لا أستطيع هو لو خلي نقول يعني يحفظ ما أوجه يقول لا أريد أظم لا أستطيع لأن عملنا متاح للجميع والكل ممكن ينجح به واللي يقول ما أستطيع أقول له والله حاشاك كلام مصحي ما عدا أقول كلمة ثانية لأنه ما نقول ربة منزل أمية تنجح وتحقق رحلة دولية وأقول شخص كفيف ينجح وصير نجم ماسي وأقول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وينجح يكون دخله أكبر من وظف عنده 30 سنة أقول نجاح متاح للجميع بس لا تقول لي والله ما أقدر الناس ما تقبل الناس ما تسمع بيأتي فقيرة لا أقول لك أنت قل ما أريد أنجح أقول لو تريد شان غيرت عاداتك غيرت قناعاتك غيرت إمكانياتك وانطلقت ليش الناس تنجح نفس الشركة نفس النظام نفس المنتج أحيان نفس البلد وأحيان بقدرات أضعف يعني بالله عليك شخص ما يعني لا يقرأ ولا يكتب ينجح وشخص كفيف من أصحاب الهم يعني ما يشوف شون ينجح يعصرنا جماسي في أخوان ليش نقول إحنا في هذا البزنس بزنس راع إذا أفهم صح وإذا اشتغلت صح الله يفوق نبارك بكم أرجو تكون عذرا علي طالب بس هذا كلام لأن أحس أنه يفيد الكل يعني تطورت به للأهمين أحسن تبارك الله بك هو هذا يعني 0.4 حقيقة يعني متعب إذا كان بهذا الطريقة لذلك يخلون الفن المال ثلاث مراحل ثلاثة على أن يكون اتصال أول اتصال الأول ينقلني إلى عرض الحل وعرض الحل ينقلني إلى الإغلاق لذلك اللي بالاتصال الأول أشوفه غير جاد أفلتره طح وهذا اللي يتكلم به أستاذ حسام يعني بارك الله بك أصلا الله نفتاح عليك أنا أكد عليك وأنه تكون هي الطريقة المتبعة بالنسبة للأخوة اللي يطلقون حملات ومثل ما وجه أستاذ حسام أنه تكون الحملات مسيطر عليها بعوقات مدروسة حتى تعرف شلون تتعامل وياها لأن أنا أمثل دائما العمل كأنك بياع ثلج يعني وقتك هو الثلج ومو عليك صح والوقت كذلك يعني يهرب منك الوقت من حيث لا تشعر والمشتتات كثيرة ديوم فبالتالي أنت الخسران الله يحفظكم جميعا يعني أنا بس إشارة بسيطة بس إشارة بسيطة أبو ليث اسمحني ولو راح ألحب هذا الموضوع للأهمية يعني إخوان بس غمض عينك وركز مشروع ما بي رأس مال مشروع ما يحتاج لشهادة مشروع ما يحتاج لخبرة مشروع ما يحتاج لواسطة مشروع ما يحتاج لعمر ما يحتاج لشكل ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج أنت توصل مرحلة معجون صابون شامو قهوة وهذه الخلطة اللي ما راح أقول لكم هاي بها بس خمسين ستين نقطة منتجاتك استهلاكاتك وفقط راح أحسر جهدك وين لقيني هذا المشروع بالعالم بس قدم مقدمة الصح حتى توصح هاي النتاج الصح يعني ما يفعل تنايم ظهاري على قوتفوم وما تتطور مهاراتك ما مركز بالموضوع ضدك سنة سنتين ما تعرف سعر المنتج اسم المنتج استخدام المنتج الشون السوق الشون تتكلم ما تحضر محاضرة يا أخوان النجاح يعني لا يأتي بالمجان أنا ما شفت شخص ناجح بالحياة وما مر بالتحديات وطور وتعب واشتغل على نفسه يعني تجيبه أي شخص أي شخص رياضي ولا عالم لغة ولا عالم دين ولا بيلغيس أيلون ماسك مارك أي واحد الآن من أغنى أغنياء العالم يا أخي بس قروسيرتهم دكتور ليم نفسه مؤسس الشركة والله بس قروسيرته احتفلوا على مود باعوا ريشي تخيلوا سنة كاملة شركة ما تبيع سنة كاملة إذا كتبت افتتاح شركة ديكسن سنة 92 لكن وعلن 93 لأول مبيعات خيلوا سنة كاملة شركة ما تبيع منتجات اقروا كتاب دكتور ليم فأنا أريد أن أوصل الفكرة أشياء بابا ليش نركز على وضوح الرئي فهم الفرصة صح نخليك الصر عليها طيب النوبة أنت إيش يحتاج تكون أنت مناسب لهذا الصناع صدقوني يعني ما في أسرار يعني أنا يوم أتكلم بالشي الآن أشتغل مع خواصي وانت تلقى هي بزنس الناس اللي هو كروس لا من فريقك ولا أنا ما عرف من فريق ولا من فريقي وأقول لكم هذا متاح الجميع وان تلقى هي بالعالم صراحة أنا يوم من أيام من باب النقطة راح نطور عليكم إذا يجي معدنا رقم واحد إذا يجي أنا يوم اليوم فتحت معمل تذكر ما دي 98 97 فتحنا معمل طرشي وزيتون ومخللات أنا فتحت أنا أخوكم مشتغل كل شي بيام الحصار والله أنا أشهر أركض على أصحاب المحلات حتى أخذ منهم أو التوابل شو دي خلو على الطرشي شو دي خلو على الزيتون ما حتى يعطي كسر مهنة تدرون شو قمت أشتري من كل واحد نماذج وأبوك من عنده معلومة أقول لك هذا طعم مو ثوم عجم قال لا هاي سمو كبابية حطيت بالذاك كبابية قبل ذاكرتنا ما شاء الله ذهبية تجي على لواحد طبعا خسانج قد في أشتري أبوك معلومات صدقوني أنا الشخص اللي علمني الله يرحمه توفي بحادث صلى الله يرحمه لني حقيقة دلني على خير وأنتم كذلك أدعو لمن دلكم على هذا الخير باستمرار بظهر الغيب ووجه الغيب صدقوني الشخص اللي علمني قام يشتري من عندي زيتون أعفهم زيتون وطرش وغيره والمحلات اللي كان هو يجهز قمت أنا جهز قلهم أنا بطلت بعد حسام سحق نسحق ليش خليت عقلي بالشروة وهي مختصصي أنا مهندس كنت طالب هندسة خيلوا فأنت يا أخوة لما نتجي على الآن البزنس ماتتك في دي أكسن يا أخي المدربين يحكون الوكلاء يحكون الشركة تحكي مدير الشركة تحكي أنا أبطيك يا همين عندي خذ فتوى قول لا أريد أنجح إذا أنت متكاسر ما تحضر محاضرة وما تركز وما تفهم وما تريد تفهم وما تفهم ما تريد تفهم وبعدين تقول ما نجحت أقول لك أنت ما تريد تنجح لأن النجاح متاح للجميع لما أقول لك هذه النماذج نجحت بنفس الشركة والظروف أصعب وكان ما في تدريبات مثل هذه التدريبات طيب ليش ما تنجح إذا المشكلة بيك تريد تنجح تفكر بالله ارجع شوي للوراء جر نفس رست أبدي من الصفر وذاك أنا حشيت يمكن مؤتمر دبي والأخوة سمعوني قلتم أحمد الله سبحانه أنه أنا فريقي يعني كذا مئة ألف حول العالم قلتم والله لو توقف كل فريقي وأنا عندي الآن خط سفير ملك وتحت سفير ملك يصلى الله يبارك بهم أستاذ لغي وأستاذ رائد الله يفوقهم جميعا نفتخر بهم شركاء النجاح قلتم أنه توقف كل فريقي سأبدأ من جديد مع دي أكسن وأنا أتكلم عن خدمة وظيفية 22 سنة وأتكلم عن خبرة بالعماد تجاري أكثر من 30 سنة يعني مو جاي من من شارع مثل ما يقولون أو جاي مثلا شخص ما عنده خبرة وأتكلم شخص ما متلمس أي شيء لا أعرف كل شيء وعندي شهادات كنت آني ثاني شخص بالعراق عنده هذه الشهادة شهادة نيبوش معروفة عالميا فذاك يا شباب افهموا الفرصة يعني مو كل ما صاد تحدي توقف والله صعدة والإسعار واحد يقول والله خلنحول غير الشركة يا أخير وحول غير الشركة وش الضر الش أنت راح تضر نفسك واحد شوي صعدة يا أخي ركز بالفكرة أنت الفكرة اليوم لو تعرفت عليها وهذا سعر المنتج انشغل بالنجاح لا تنشغل بالتحدي لا تنشغل بالمشكلة يعني أختم بي قصة ذات عبرة على اللي يقولون مثلا كل ما صاد مشكلة قلت راح أترك الشركة كل ما صاد مشكلة راح أحول غير الشركة اللي يحولوا نعرف طريقهم ونعرف آثارهم ومن ثمارهم يعرفون مرة يقول لك شجرة كبيرة فيوم من الأيام أكو ذبابة حاشاكم واقفة على وحدة من الأخصان فاش قالت قلت يا أي الشجرة تحضري سأنطلق يعني لازمي روح اشعر راح أطير على اساس راح يصير خلل بالشجرة فالشجرة جاوبت قالت أنت على أي غصن واقفة أنت أنت شير راح تمثل أنت على أي غصن واقفة أنت لا شيء مقابل شجرة عملاقة فأنت يا أخي يا أختي صدقني إذا توقفت أو يعني تركأت صدقي ما راح أظه بس نفسك حتى فريقك ما راح يتأثر حتى الأبلاي ماتك ما راح يتأثر أنت راح أظهر نفسك لأنت ضيّت عن نفسك فرصة والله أنا أتكلم بكلام هالفرصة لو عرفنا قبل 20-30 سنة يعني أنا أزم أنه إحنا غيرنا حياة الملايين بسبب هالفرصة لو نعرفها قبل 20-30 سنة الحمد لله عرفنا أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي أنا ما أحب أطول عليكم إذا في سؤال أو سؤالي أستاذ أشرف بارك الله بيك بارك الله بيك وجزاك الله خير على ما قدمت والمواضيع اللي تحدثت بيها وركزت عليها وحتى أن كنت بيها فهي للأهمية وهذا شيء يحسب إليك وأسألاني كل ميزان حسنا بعد إذنكم ناخد مداخلة من أستاذ لو عي محمد رحب بي بسمكم ويارات تشوفون الترحيب بي بالتعليقات أبعد السلام عليكم أستاذ لو عي ذكرك أبو يوسف السلام ورحمة الله وبركاته أحيي وحبيبنا أستاذ أشرف وحييك يوسف وحيي هذا اللقاء الجميل عبر منصة DX العراق وما شاء الله كلمات رائعة مشكور أخونا وحبيبنا أستاذ حسام على هذا الكلمات مشكور أخونا وحبيبنا أستاذ أشرف على إدارة الجميلة لهذا الجلسة الله يكبر وحبيبنا 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 سعيدين باللقائك الله يكبر مرحبا وحبيبنا كتاب رح أداخل مثل ما طلب أخونا وحبيبنا أبو ليف وأبو يوسف بكلمة جميلة قرأتها في كتاب رح نقولها لكم كما هي قال ستندهش إذا علمت أن هناك سبع مهارات أساسية فقط لبناء شبكة رخمة في صناعة البيع المباشر هذا منه الكاتب الكاتب هو صاحب كتاب سبع خطوات لاحتراف البيع المباشر اللي هو كتاب القوبرو للمؤلف الشهير في الصناعة إير كوري قال ستندهش إذا علمت أن هناك سبع مهارات أساسية فقط لبناء شبكة ضخمة قال وليس سبعين تحتاج سبع مهارات قال وكل واحدة منها أساسية ولكن ما يدهشني هو مقدار الجهد الضئيل الذي يحتاجه الناس لاكتساب وتعلم تلك المهارات والله أتأمل في هذا الكلام كلام عجيب قال أنت تحتاج سبع مهارات قال ما يدهشني أنه أنت فقط سبع تحتاج وما يدهشني أيضا أنه أنت ما تحتاج جهد كبير لتعلم هذه المهارات اكملوا يا شباب وركزوا في الكلمات الجميلة قال وكل واحد وكل واحدة منها أساسية ولكن ما يدهشني هو مقدار الجهد الضئيل الذي يحتاجه الناس لاكتساب وتعلم تلك المهارات فلو أن هناك كلية تدرس البيع المباشر فسوف تكون من أسهل الكليات وسوف تكون سعيد إذا علمت إنها من أغلى العلوم ليش هي من أغلى العلوم لأن هذه المهارات السبعة هي بسيطة ولكن هي مهمة في أي تجارة من يستطيع اتقامها يستطيع النجاح في أي تجارة فهنيئا لكم أنتم في مدرسة هذه المدرسة والكلام اللي ذكر أبو يوسف في الاستقطار في التدريب في الإقناع في المحاولة هذا يحتاجها أي صاحب مهنة هذا يحتاجها أي تاجر رح يحترف هذه المهارات وهذا ما يستطيع تاجر يجمعها ممكن تاجر يجمع جزء منها ولكن أحبب الشركم أنتم ستحترفون أفضل سبع مهارات في العالم قال فسوف تكون من أسهل الكليات وسوف تكون سعيد إذا علمت إنها من أغلى العلوم التي يدفع لها في العالم يدفع الأموال لها في العالم أنا متأكد أنتم مششوقين أن تعرفون شنو هذه المهارات ولكن قال هي بسيطة وما تحتاج إلى وقت كبير ولو وجدت في كلية هي أسهل الكليات وأغلى الكليات رح أختصر تحبون رح أنطي مهارة واحدة من عندهم لأن اللقاء هو لأبو يوسف كي لا يأخذ الوقت ولكن أصلاً وفقني أنه نعقد إحدى اللقاءات على هذه السبع مهارات فاختاروا تريدون آخر مهارة من السبعة لو الأولى أبو ليف شوفنا الجمهور شيري دون أبو ليف لو تفوت بيها من يمك والله أنا أشوف أهم مهارة أنت شفتها أهم مهارة أننا كل السبعة كل المهمات ولكن أنت وبي يوسف تفوتوها من يمكم الأولى أنا برأي أنا برأي أول ثمان مهارات لو ننت الأولى والأخيرة أول ثمان الأولى والأخيرة وما بينهما الأولى والأخيرة لا ما بينهما رح تطول محافرة قال الأولى شوفوا يا شباب لبساطتها بس هو كل واحدة يعقد لها فصل وفصل بها تفصيل جميل وراع الأولى قال المهارة الأولى اللي لو أكو كلية تفتح الآن وتدرس البيع المباشر أول مهارة من بينها تحتاج سبعة قال أول مهارة أنت لو احترفتها ستبني شبكة ضخمة مهارة البحث والتنقيب عن الأعضاء المحتملين نعم مقولة جميلة كثير ما نسمعها ونرددها أنه البيع المباشر هو صالح لكل الناس ولكن ليس كل الناس صالحين لهذا الصناعة نعم ولكن البحث عن ذول الناس الصالحين هذه مهمة يحترفها الأشخاص اللي يمتلكون تركيز في الصناعة مو أي شخص يجيد هذه المهمة أخواني أنه مهمة ومهنة ومهارة البحث والتنقيب عن الأشخاص المناسبين ممكن هذا مع الزمن الصير أنت محترف من خلال أسئلتك تسألها للشخص في أول مقابلة معه تعرف أنه هذا سيكون له شيء يعني البارحة كانت عندي مقابلة مع أمرأة دزيت لها موقعي ودزيت لها فيديو سألتها هل أنت بحثتي في اليوتيوب وفي الجوجل عن المدرب لوئي محمد قاتل إذن هذا مؤشر عندي أنه هذه ليست بمستوى الذكاء العالي وليست بمستوى الاهتمام نعم ممكن الفرصة متاحة إلا أنه تبدأ بس امرأة تقول عن النجاح وحابة غير الاهتمام يبحث بالجوجل وفي اليوتيوب شو بنوا هذا الشخصية شنو هذا طيب بحثت عن المشروع قاتل لا فهذا مؤشر أنه تعرف المقابلة اللي قابلك مستوى مقبول مستوى مميز لو مميز أثناء المقابلة وياه تعرف من كلمات أنه هذا مميز أنتقل وهذا فيها تفصيل كبير وجميل أصلا نوفق لي أنه نجتمع ونعطيكم التفصيل أعطيكم النقطة الجميلة والمهارة اللي هي رقم سبعة ذكرها في كتابة ودرج تحت هذه المهارة كلام رائع وجميل ولكن أريد ما أريد أختصر أريد أقول لكم بعض الصطور منها اللي رح تلفت نظركم بإذن الله وتعجبكم وهي مهارة سماها مهارة الترويج للفعاليات هكذا سماها اللهم صدر مهارة الترويج للفعاليات قال في التسويق أو في البيع المباشر الاجتماعات تجلب الأموال قال اعلم أنه اليوم عقدك لملتقى عقدك لفعالية عقدك للقاء مع شركائك في مركز في قاعة في فندق هكذا ذكر تجتمعون في فندق في قاعة في رحلة في سفاري هكذا ذكر قال اعلم أنه هذه اللقاء تعني أموال قال فلابد أن تكون محترف لإدارتها ومحترف للترويج لها عد شركات هذا المهنة وهذا المهارة رقم سبعة رح تسوي عندك قفزة وتبني عندك شبكة ضخمة هو ذكر ما رح أطيل عليكم ذكر كلمة جميلة قال حضرت مؤتمر منذ عشرين عام هو ذكر يعني ضمن هذا الفصل أو ضمن هذه الفقرة الجميلة أو ضمن هذه المهارة الجميلة ذكر أنه هذه الملتقيات رح تضخم عمولتك وضخم نتاجك وهذه الملتقيات رح تعرفك بشخصيات وتستفاد خبرات وتطلع أمام قصص نجاح وهذه القصص رح تدفعك ذكر كلام جميل وراع ومنطقي وواقعي والمتكلم معكم عايش هذا الشيء فذكر كلمة أيضا لفتت نظري وأختم بيها قال حضرت ملتقي قبل عشرين عام يقول وإذا شخص هو جاي يتكلم عن فوائد الناس رح يتكلمون من فريقك شنو أثرهم عليك والخبرة والمهار رح تاخذها منهم أنت داعيهم اللي جاي تحفزهم بس هم رح يحفزوك فشي يقول يقول طلع رجل على المنصة وذكر كلمة هو سمى سمى اسبة ذكر كلمة قال تعرف قدر حجم الشخص الأمامك أو الشخص المقابل أمامك على قدر حجم المشكلة يقول الشخص اللي تعرفه أمامك تعرف حجمه على قدر حجم المشكلة اللي رح يمر بيها يقول فمن الناس مشكلة صغيرة تقتله مشكلة صغيرة تخليه ترك العمل مشكلة صغيرة تخليه يشغل مشكلة صغيرة ضيعة مشكلة صغيرة تجعلها محبط يقول فكل ما مرت به يقول فاستفاديت من هذا المؤتمر منذ عشرين عام واستفاديت من هذا الرجل انه اي مشكلة مربية اقول هي هذا المشكلة رح تقتلك يا ارك هي هاي المشكلة رح تضعفك هي هذه المشكلة رح تخليك تنهار يقول فانهض يقول لين حجمي وحجم الاشخاص اللي هم امامك على قدر حجم المشاكل اليوم منتج ما موجود اكو من الناس على اكو سبعين منتج ومنتج ماكو كل شوية ماكو منتجات المركز ما عجيب طيب امامك سبعين منتج امامك ستين منتج فاكو من الناس هاي المشكلة البسيطة او سووا حملة علانية وما وفق وترك العمل اتكلموا يا ثير ثلاثة وما وفق وانهار انضموا يا شخص وماني علي امال وتوقف وانهار فقال قدر الاشخاص اللي هم امامك على حجم المشاكل اللي تمر بيهم اذا شفته في المشكلة يرجع اقوى وينطلق فابشر بالخير فقال هذه مهارة احتراف الملتقات والتثقيف الها فهي تعني لك المال فعلى قدر ما رح تعقد ملتقيات رح تقوى عمولتك ويقوى فريقك وعلى قدر ما تصنع نسخ تقوم بنفس المهمة قال ابشر بالخير قال هذا الامر ما يحترف كثير من الاشخاص تشوف عمولتها بسيطة لذلك يسألني كثير من الاخوة والاخر ماذا افعل اريد عمولتي تكبر اريد رتبتي تكبر اريد انطلق اريد اظل مستمتع بالمشروع اريد اظل بحماس اريد اكون بحماس لوأي حماس حسام حماس رائد حماس سين حماس صاد الملتقيات الملتقيات فهذه مهارة تحتاج لتفصيل اصلا لوفقنا ويكون عندنا لقاء حول السبع مهارات الله يوفقك ابو اخونا وحبيبنا ابو ليث ويوفقك اخونا وحبيبنا ابو يوسف شباب بالتعليقات يقولون اريدها على تدريبات الصباح الباكر فهذه وعدهم بهذا الموضوع تبشر ابو يوسف انت وياهم في تدريبات الصباح الباكر يبشرون بسبع مهارات قادمة وبقوة يلا شباب هسا وانتوا لقونا هيك صناعة وهيك وظيفة الناس تركض وراكم يمعونين بس تتعلموا وببلاش بعد يعني عليش اقولكم اللي ما يريد ينجح لا يقول لا أستطيع خلي يقول لا أريد بس اللي يزعل انا اقول لا يزعل اذا شفت المكانك غير مناسب اقول لك والله هذا المكان لتجاد دين اذا انت جاد استمر والناس تدعمك دعما واحد يقول ما عندي مدرب ما عندي أبلاين أبلاين ما لك دخل يا اخي هاي التدريبات مجانا يعني حقيقة نعتدر من كثير من الناس يدخلون على الصفحة ويدخلون استاد يريد اتصال مباشر يعني انا لو انا واستاد لو كل شخص يتصل يعني ما يضل وقت لمنحكم تدريبات عامة فاحنا هم لازم المعلومة يا اخواني متاحة للجميع تدريب من الصفحة من A to Z تريد تتعلم تعلم الامر متاحة يعني احنا ليش نقول النجاح في DXN أكيد منتج ونظام وشركة والآن تدريب يعني كل شيء مهيئ للنجاح فانت تظهر ايش من يمسك المقوط ويضغط على دواسط البنزين ويكون عنده خارط طريق من خلال المدرب او المدربين الموجودين بمجموعهم راح تحصل خطة عمل موفق الله يفقكم بارك بكم ابو ليث المايك عندك اذا تحب تضيف اضافات او بعض الاسلاني اشوف يعني وقت تاريخ والله احنا استغرقنا بحدود ساعتين وربع وهذا وقت يعني اتجاوز القياسي لكن بصراحة يعني مر سريعا اسأل الله ان يحفظكم قبل ان اختم اشكر الاستاذ لوي محمد على مداخلته وعلى حضوره وعلى تلبيته الدعوة بان تكون الى مداخلة انا شاكر الى واسأل الله ان يوفقه ويحفظه ويكون ان على راسي بليث على راسي بن عيوني الله يسلم راسك مشكور ويا ربي يجزيكم الخير على كل ما تقدموه حقيقة يعني تقدمون الكثير وانتفع الكثير وهذا بشهادة الاخوة اللي كان لهم والاخوات اللي كان لهم مشاركات معانا ومن خلال التعليقات وانا شخصيا اشهد لكم بذلك اسأل الله ان يحفظكم ويكتب كل ما تقدموه في نزام حسناتكم والشكر كل شكر والتقدير والثناء على ما يقدم المهندس حسام شكرا خاص على هذه الامسية الجميلة تكلمت بمواضيع مهمة وصلت الضوء على نقاط هامة جدا اسأل الله ان يكتب اجرك واسأل الله ان يحفظك ويبارك بيك ويجدد لقاءنا بيكم على الخير والمحبة الشكر كل شكر لكل من حضر اللقاء اخوة واخوات من خلف الشاشات ولكل من يشاهد البث والتسجيل فيما بعد اتمنى للجميع كل الخير والتوفيق والسداد واذا كنتم استفدتم فلا الاستاذ حسام والاستاذ لؤي وكل من يقدم تدريبات من صالح دعواتكم ونستودعكم الله على امل لقاء القريب ونترككم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل شكر الله يحفظكم كل شكر شكرا للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ورحمة الله وبركاته